مرحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور من أول ما قرار البنك المركزي نزل بخفض الفايدة على الإيداع والإقراض الحقيقة ناس كثيرة عندها تساؤلات كثيرة جدا إيه أهمية هذا القرار؟ من المستفدين من هذا القرار؟ وطبيعي زي أي قرار اقتصادي كمان فيه خسرين أو فيه ناس شايفة إنه الفايدة لما كانت أعلى كانت أفضل بالنسبة لهم عن طبيعة هذا القرار وأهميته من المستفيد منه يعني إزاي نقدر نتفاعل مع القرارات الاقتصادية الخاصة اللي بتصدرها الدولة تباعا ده هيكون كلامنا النهاردة وطبعا بنستقبل تليفونات حضراتكم على أرقام التليفونات اللي هتزهر قدامكم على الشاشة لأي سؤال يخص موضوعنا النهاردة بشرفنا يكون معانا أستاذ عيسى فتحي الخبير الاقتصادي أهلا بيك يا فان أهلا بيك أهلا بحضرات بداية كده نشرح للناس إيه السبب اللي خلق البنك المركزي يخفض الفايدة على الإيداع والإقراض يعني بيحكم البنوك المركزية في معظم أنحاء العالم نظرية اسمها نظرية كمية النقود بتاعة واحد اقتصادي اسمه إيرفينج فاشن هذه النظرية بتقول أنه لما التضخم ارتفع نرفع الفايدة عشان نقدر نزود المدخرات فلنطص السيولة بالسوق يبتدي بعد كده التضخم ينزل نتيجة أنه الناس بدأنتقل من خانة الاستهلاك لخانة للدخار وبالتالي لما ينخفض التضخم يبقى لازم يخفض الفايدة لأنه خلاص الهدف تحقق من الرفع اللي حصل قبل كده وشفنا يمكن قبل البنك المركز المصري الاحتياط الفدرالي خفض ربع نقطة مئوية في الآخر اجتماع له في الاجتماع التام من حوالي ثلاث أسابيع الربع نقطة مئوية تمثل تمن الفايدة الكلية اللي موجودة في الوقت المتحدة نزلت من 2% إلى 1.75% أعتقد برضو أن التخفيض عندنا قارب هذه النسبة نسبة التمن برضو أنه نزل 1.5% ما نيجي نشوف الفايدة ما بتنزل لها أثار في كزم اتجاه أولا عن الحكومة نفسها حكومة نفسها تعتبر أكبر مقترد في السوق الديون عندنا وصلت 4 تريليون جنيه كتير من الديون بتضغط بأزون خزانة إذن بيحل بيحل مكانه إذن تاني فالنهار ده لو تخيلت مثلا أن مصر السيب تقترض 2 تريليون جنيه من خلال أزون الخزانة في السنة على أسعار الفايدة الأديمة هتدفع رقم لو قلت أشيل 1.5% منها كإني بقول أنه المصر كده ممكن يتغفر لها من 40 إلى 50 مليار جنيه مدفوعات فوايد ديون ومدفوعات فوايدة ديون بتعتبر اللعبء الأكبر في موازنة الحكومة تتجاوز الخمسمائة مليار جنيه يعني تقريبا تلت الموازنة اللي اتعاملت السنة اللي فاتت فكده فايدة الدين هتنزل فايدة الدين هتنزل هيبها الحكومة هنا عندها وفر لو اقترضت بقى بشكل جديد هيقد إلى أنها يمكن أعادة توجيهه لصالح المواطن سواء في صحة أو في تعليم أو حتى الإبقاء على ما تبقى من الدعم بحيث لو حصل أي ارتفاع في الأسعار نيجي من ناحية تانية على المستثمر المستثمر اللي بيعمل مشروع لا الأمر ما يسلمش من الاحتياج إلى اقترض طبعا كل ما كانت الفايدة مرتفعة كل ده ما بيخلهوش يقترض يلجأ لزيادة رأس مال لو هو معاش وراكة في شركة مساهمة أقول لهم عاوزين تزاود رأس المال لأن زيادة رأس المال شراكة في الغنم والغرم بمعنى لو ما كسبناش مش هندفعها لحد حاجة أو مش هنبقى مضطرين ندفع لحد حاجة الشركة كيزبيت هنوزع ربح الشركة ما كيزبيتش هنحنا مع بعض لكن أنا لو استلافت من البنك لازم أدفع للبنك فبالتالي ما بتبقى الفايدة مرتفعة هيحصل إيه؟ إن أنا لو استلافت بيها هتنتقل إلى السلع اللي بنتجها أو الخدمة اللي بقدمها هتطر رفعتها سعرها فبالتالي بيبقى هامش المنورة عنده ضعيف لكن يا من فايدة ما بتنزل لو بفرضنا إنه هو ميثبت أسعاره بأرباحه هتزيد أو هيحافظ على أرباحه فينزل السعر فهذا هيبقى في مصلحة المواطن من ناحية تانية إنه هيغزي عملية برضو تخفيض التضخم من ناحية تانية الحاجة قبل ما نروح للفئات اللي استفادت من هذا القرار في ناس بتسأل بتقول يعني ما هو لما يكون فيه تقليل في نسبة التضخم ولا إن المستثمر بيستفيد ده مش بيوصل للمواطن في النهاية لأنه الأسعار ما بتنزلش يعني ناس مثلا تقول إيه آه إحنا مع القرارات الاقتصادية الحالية في مقابل إننا نشوف ده بينعكس على السلع والخدمات اللي بتقدم لنا الحاجة سعرها ما بينزلش فإزاي نستفيد من القرارات دي بص هو اللي بيحكم المسألة حاجة من سماف الاقتصاد درجة مورونة الطلب على السلع يعني السلع لو طلب عليها مارين يقدر المستثمر المستهلك يعزف عنها يعني بدائل لي السلع الطلب على مارين يعني في بدائل للسلع في رخيص وفي أرخص في غالي وفي أغلى المشكلة دائما في السلع اللي هي ضرورية اللي هي بيعتبر الطلب عليها غير مارين تشيلش لها بدال زي العيش مثلا أو الدواء دي سلعة عملهاش بديل يعني الدواء الدكتور حتى بيبقى الدواء له كذا بديل اللي كاتبه للدكتور في الرجية ما أقدرش أغيره لما الدكتور يقول لي أوكي غير حتى لو صيدالي قال لي هذا الكلام قال لي ما عنديش ده بس عندي ده هقول له لا لو الدكتور قال لا خده هاجه أخده فهي القصة كلها هي درجة مورود الطلب البدائل المتاح قدام المستهلك هنا نجد أنه الفترة اللي فاتت دي حصل لما حصل الغلاء نتيجة التعويم بالشكل اللي شفناه من أكتر من 30% تضخم لغاية ما وصلنا الرقم أحد الوقت تحت العشرة في المية حصل عزوف من المستهلكين عن الاستهلاك فبدأ بعد ما كان بيستهلك كميات معينة من سلعة بيستهلك أجزاء منها أو أقل أو شطابها من جدول استهلاكه حتى نلاحظ السنة دي مثلا في عيد الأطحى اللحوم سعرها نزل عكس السنة اللي فات يعني كان دوز شفناه ب130 بعد ما كان ب150 وكمان تدخل الدولة والقوات المسلحة ومنافذ أمان وغيرها ده ساعد على أنه العبء يرفع شوية من على المرض هنا اتخلق بدائل قدام الناس فبدأت تلجأ إليها لكن هي في الآخر الناس قللت استهلاكها أنا شفت محلات عاملة بربع كيلو مجاهز ومية جرام وحاجات كده اللي بيها بقت الناس لزمان ما حدش كان يشتري قال لي من كيلو بقى دلوقتي الناس بسيلي ربع كيلو نص كيلو فأني فيه نوع من تغيير النمط الاستهلاكي شفناها حتى في العربيات الناس لما عزفت عن الشراء نتيجة ارتفاع السعر ونتيجة ارتفاع الاقتمان تكلفة الاقتمان لو أنا اشتريت بقرد من بنك خلت الناس تراجعت شفنا النهاردة بقى فيه تراجع في أسعار السيارات بشكل أو بآخر وفيه حوافز بيقدمها تجار السيارات أو موزعين السيارات يعني حضرتك تقصد انه سلوك المواطن بيتحكم ايضا في فكرة الطلب على السلعة صحيح واذا بقى بيبين لو بنكلم اقصاد سوق بقى بجد في السوق يمكن اذكر مقولة احد الوزراء اللي كانوا مسكين وزارة التموين قبل كده لك عضة السوق اقوى من عضة التعبان لو النهاردة هتعاند السوق لو كسبت جولة هتخسر المعركة في النهاية كلها وبالتالي اعتقد انه الدارس اللي خاده التجار والمنتجين الفترة اللي فاتت انه استغلال الناس مش هيدوم لك ان الناس لو عزفت انت الخسران لانك في الاخر السسمرات دي كلها تبصت لايها في حجرك انت مش في حجرهم هم وبالتالي من مصلحتك انك تقلل الهامش وتكبر تجارتك وخفض الاسعار للناس هتجد انه فيه دوران ونشاط اكبر عندك وفيه استدامة في النشاط لكسواتي بتاعك طيب احنا قلنا انه الحكومة والمستثمر من ابرز الناس اللي هتستفيد من هذا القرار هل فيه فئات تانية ممكن نقول عليها انها هتبقى رابحة من وراء هذا القرار وفي الاخر ده كله هيفيد عملية التوسع في الاقتصاد لانه برضه هذا التخفيض لازم نفهم انه برضه مش كافي لازم تخفيض تاني لانه برضه فيه حاجة برضه تعلمناها انه الفايدة على رأس المال دي بسموها عائد من عوائد حقوق التملك يعني انا بملك فلوس باخد عليها فلوس العائد ده لما بيكون اكبر من معدل نمو النشاط الاقتصادي ده مش كويس مصح للبال لازم يكون المعدل ده لا يزيد عن معدل نشاط الاقتصادي فاذا كان معدل نمو الاقتصادي عندي في حدود 6% والفايدة 15% أو 20% ده يعمل خلل خطير في توزيع الدخل علاوة لانه الفايدة دي كمان بتغزي التدخل لانه الفايدة ما بترتفع بتخلي الناس يبقى عندها مكاسب كتير او عائد كتير بيجيله فبيضطر يستهلك برضو بسفة في الآخر يعني ده بيجي على حساب برضو اللي ما عندهوش مدخرات اللي عنده مدخرات يقدر يحقق عليها عائد فالعائد الكبير ده برضو كمان بيخلي المدخرات تعلى وبالتالي الريع بتاعها بيتم انفاقه في المجتمع فنجد نخش في دايرة مفرغة برفع الفايدة عشان قال التضخم فتقبص الفايدة نفسها بتزود التضخم لان برضو في جزء تاني في النظريات كمية النقود اللي كلمت عنها في الاول اذا كنت بقلل الكتلة النقدية اللي هتتحرك نتيجة رفع الفايدة بس انت ما تقدرش تتحكم في سرعة دوران الكتلة اللي قلت دي يعني لو كان قبل كده الكتلة سي مليار جنيه وقلت بقت 800 مليون جنيه كتل الاول بتتحرك خمس مرات ممكن تتحرك عشر مرات فتجد ان النتيجة دوران اعلى فيعمل برضو تضخم زيادة فهي القصة كلها ايه انه الفايدة لازم تتوائم مع معدل نمو ونشاط الاقتصاد ما نيجي مثلا نمسك مثلا ترامب وقاعد بحارب بنك الاحتساط الفدرالي لدرجة وصف النوم من ضمن الاعداء الكبار للاقتصاد الامريكي انه مش راضي يخفض الفايدة رغم ان الفايدة عنده كلها كام واحد وخمس وسبعين من مئة في المية اثنين الى ربع في المية تجد في بلد زي اليابان تجد الفايدة سلبية يعني انت بتحط فلوس بتنقص نتيجة ان البنك شايلها لك ما فيش اي ميزة انه تجذب الناس عشان تحط فلوس في البنك لا وهناك لازم يحط في البنك لانه القوانين تفرض عليها التعاملات كلها بنكية ما فيش حاجة اسمها واحد يحط ايده في جيبه كده وفي حد اقصى للسحب النقدي والكلام ده كله ما لها مش مش بشونا زي ما عندنا اينا كده يعني ما لها مش بالبشة بالبراح ده يعني فهي رخرت بصة اليابان عندها نسبة اقتراض عالية جدا لبناتج المحل بتاعها يعني الديون بتاعتها اكتر من 200 في المية بس ما بتدفعش عليهم فوايد يعني ما اقولك انا هشتري هاخد منك هديك سانة ب1000 هتاخد 1000 بعد عشر سنين لانه كان عنده ميزة تانية ده يشجع المستثمر من اي حتة في الدنيا بالضبط ورغم كده نجد ان اليابان المعدل النمو فيها مش كبير قوي واحد في المية بكتير قوي بس ما عندهش تضخم وبالتالي الفايدة هي المفروض الهدف منها انها تعود عن تآكل القوة شرائية للنقوة لو النهاردة الاسعار التضخم صفر ايه المانع تبقى الفايدة واحد في المية واحد في المية اكبر من الصفر لكن انا ما بيبقى التضخم مثلا 30 في المية وبدع 20 في المية فبرضو تعتبر فايدة سلبية بياكل التضخم بياكل الفايدة طيب ما هو فيه ناس برضو تقول ايه احنا على المعايش مثلا او احنا ما بنشتغلش شغلانة سبتة فحطين مبلغ معين في البنك هو ده اللي بنعيش من خلال الفايد بتاعته هم دلوقتي شايفين انه هم مضارين من ده انه نسبة الفايدة قلت وبالتالي الفلوس اللي دخلالهم قلت ده فئة من الناس اللي متضايقة من خفض الفايدة على الفلوس الايداع ده في الاجل القصير لكن هو لو التضخم نزل هو الامر ده هيبص الان الامور بتتعادل في النهاية برضو يعني اذا كان كان بياخد 15 في المية هتبقى مع الوقت 10 في المية او لو التضخم بقى 5 في المية يبقى في الحالة دي ان القوة الشرائية ما تدهورتش في الاجل المتوسط اللي جاي فلكن هي في الاخر برضو يقول ايه ايهما افضل ان انا قدي مع عشان معاشات ياخدوا وعائد امنع استصمار وامنع تشغيل وامنع اجور وامنع مرتبات وامنع امور تانية كتير ولا بس احافظ على ده في الاخر برضو ايه الناس فكرة الريع نفسها فكرة العائد بلا جهد دي برضو يجب انها تتراجع يعني انا كل اللي بنتمنى انه نسبة الاجور الى الناتج المحلي ترتفع لان ده معناه ان فيه بطالة بتقل معناه ان فيه انتاج بيتم معناه انه فيه تخفيض في الاسعار المستثمرين في ادوات الدين خرجوا بعد هذا القرار رابحين ولا خسرين اللي عنده فايدة سابتة ما عنده مشكلة يعني اللي اخذ دين بفايدة سابتة ده خلاص هو العائد اللي بينه وبينه انه هو يدفع كذا لكن اللي عنده فايدة متغيرة هو ليه يتأثر لانه هو مرتبط بحركة الفايدة اللي بتعلم بنك المركز فاذا البنك نازل هو كمان هينزل يعني فهي لكن اللي عنده فايدة سابتة ما عنده مشكلة اصحاب القروض الشخصية اعتقد من ضمن الرابحين من القرار ده لا انه سعر الفايدة الخاصة بالقرد هتنزل صح كده ده الجديد لكن القديم هيظل زي ماول انها فايدة كانت سابتة برضو فالفايدة السابتة هتبقى عبق على اللي واخدها سابتة ولو كان واخدها متغيرة كان في الحالة دي يكسر هينزل اه الاخر هنجد ان الفترة اللي جاية دي الناس هتركز على الوداع السابتة ذات العائد السابت لانه طالما فيه توقع ان الفايدة تنزل يبقى خليني في السابت لان ده مش هتأثر بالخفض اللي جاي هل فعلا فيه توقع انه الفايد تنزل مرة تانية يعني فيه ناس بتتكلم عن انه احنا بتوجه ان الفايدة تصبح مثلا 9% او ما شابه هل الكلام ده صحيح احنا كنا في 2007 7% طيب يعني وكانت تضخم 7% برضو يعني فكما كانتش بتزيد عن كده فهي اللو ترتب على ده توسع اقتصادي وتوسع في انشطة الصمر وانشطة انتاجية مؤكد انه كل ده كونه هيكون في صالح الاقتصاد ككل وبالتالي الفايدة دي مش هتبقى لها قيمة ممكن انها الناس بقى تفكر في امور تانية يعني انت عندك برضه من الحاجات اللي استفادت هذا الصمر غير المباشر زي البورصة مثلا ان اسعار الاسوم في الحالة دي او الاسوم في الحالة دي هتبقى بديل كويس برضو للسندات والازون او حتى للودايع نفسها تخلي الناس تتجرقت ويشتري اسوم بتعمل ارباح اكتر او كده ويتحمل مخاطرة نتيجة الطلب هذا الربح فنجد ان برضو اسوأ المال بتستفيد كويس جدا من خفض الفايدة تمام فيه ناس بتسأل برضو هل الفايد في البنوك بتختلف من بنك لاخر ولا مفروض انها كلها سبتة في كل البنوك هي بتقب يعني في البنوك بصفة عامة بتبقى قريبين من بعض بتبقى الفروق كلها ربع في المية نص في المية بالكتير وبعدين بتيجي في حالات خاصة يكون مودع حجمه كبير فيغروع عشان ما يسيبش البنك يزودوا لواحد في المية ففي الحالة دي مثلا الرجل عنده مليارات عنده في البنك واحد تاني ممكن يزاغل العنيب بواحد في المية الزيادة فيقوله ندهو لك المكان بحطة وديعة في بنك فيجي يقولك أديك ربع في المية عن التاني التاني يقوله تزود يقوله لا ما خلاص احنا ربطنا على كده بيروح ساحب من هنا رايح هنا فبتبقى فروقات صغيرة جدا بس في في المبلغ الكبيرة أو بتفرق تمام ليه كمان البريد خفض أسعار الفايدة هل ده طبقا لقرار المركزي ولا البريد بيتعمل معاملة تانية لا لا بالتأكيد ما هو كله بيشتغل على نفس المنوال يعني لأنه في الآخر أولا أن البريد مش كل الناس تقدر تحط فيه يعني أرقام كبيرة لها حدود قصوة في الإيداع وبالتالي هو ليه خسر نفسه لأنه في الآخر فلوس دي بيستثمرها في ودايع برضه في مجالات في البنوك فالبنوك هتدي له عائد أقال من قبل كده فهو هيتحمل ليه تكلفة عالية فلازم ينزل عشق خاطر هو كمان مش هيجيله العائد اللي يغطيله اللي بيدفعه للبدعين في البريد يعني في ناس بتسأل برضه هل القرارات دي لها علاقة بشهادات استثمار قناة السويس اللي مفروض أن هي يعني مستحقة تقريبا من شهر الجاي وارد لأنه لو نتكلم عرض وطلب عرض النقود هيزيد معنا كده في 64 مليار جنيه هينزلوا السوق طبعا مش بالضرورة أنهم يتم استهلاكهم أو لكن هيرجعوا بنفس الطريقة اللي كان ناس شغالين بها قبل كده يعني برضه نجد اللي اكتبوا في شهادات قناة السويس مش حاجة واحدة في مؤسسات في ناس جابوا من تحت البلاطة وقدر المبلغ ده ب27 مليار جنيه في 64 مليار في أفراد أو دعت فيه دخلوا بـ 12% وبعد كده بقت 15.5% لما الفائدة في البنوك ارتفعت إلى 20.16% و18% لكن في الآخر الـ 64 مليار جنيه إلى جملة الوداع اللي موجودة 4 تريليون جنيه يعني لا تمثل أكتر من 1.5% من هذا المبلغ لكن وارد جدا يكون برضه لها علاقة بها يعني وارد تتأثر بعد ما كانت بفايدة كبيرة وارد الفايدة بتاعتها تنزل مع أنه سمعنا أنه القرارات دي ما هياش بأثر راجعي يعني يعني تفسير حضرتك لده إيه أصلي الفلوس دي هترجع للناس خلاص الشهادات انتهت يعني خلاص تم استهلك هتخلاص عد عليها لخمس سنين بتوعها هتبقى سكتها فين هتروح تبقى وداع في البنوك يعني يشتروا بها عقارات يخزنها يخزن فيها القيمة يأم يروح يشتغل شوية في الأسهم في البورصة يعني هتبقى فيه كذا شكل من الأشكال في ناس هم يشتري دهب وتركينه بنظر لأنه سعره بيرتفع الفترة الأخيرة طيب سؤال أخير بقى ويمكن ناس كتير ممكن تكون مستنية إجابته من حضرتك إحنا محتاجين يعني يكون لنا دخل كويس وفي نفس الوقت إحنا السياسات النقدية بتتغير ما بين الحين والآخر اللي عايز يتدخر في بنك فلوس أفضل نظام لي إيه لو أنا متوقع أن سعر الفترة الخفض يبقى أنا أروح على فايدة سابتة من البنك لمدة 3 سنين حتى لو أقصى مدة يعني ويكون بتديني يعني شوف بقى اللي بيدي عائد شهري أو ربع سنوي كل ما كانت المدة قصيرة هيبقى أحسن لأنها هيجيلي دخل باستمرار ففيه الشهري بيبقى أحسن لأنه بيجيلي كل شهر بيخش في حسابي دخل شهري منه فأنا أدور على العائد سابت بالشهر ده هيبقى كويس طالما فيه توقع بأن الفايدة هتتراجع الفترة اللي جاي نصيحة حضرتك بقى للمستثمرين والمصنعين ومقدموا الخدمات حطها هوا مش بسيطة الأسعار سلعكو وخدماتكو عشان توسعوا قاعدة السوق بالنسبة لكو وتحفظوا على عمالكو وعلى مستقبل صناعاتكو لأنه الربح العالي الفترة مش هيستمر كتير من البنك المركزي تتوقع أن يتبعوا قرارات لحقة لها علاقة من نفس المضمون أو لا؟ عموما أنه نحن عندنا كل 45 يوم في اجتماع للسياسات النقدي جزء منه بيرائب اللي بيحصل في السوق اللي بيحصل في العالم لأنه مرض العالم النهاردة كله متاجه إلى فجرة التخفيض الفايدة وشفناها في الاحتياط الفيدرالي وبالتالي في ظل ما يتنبأ به كثير من الخبراء من أزمة كساد ولا أزمة علامية بسبب الحرب التجارية والكلام ده طبعا المشكلة أنها الدول اللي بتعمل الحرب بتطرتش على الناس ملاجي أزم في المسألة هي اللي بتتوقع فيها فهي بتبقى المشكلة في كده هو بيرائب الموقف فأنا مع التخفيض لأنه في الآخر ده هينشط الدنيا أكتر لأنه كمان بيقدي كمان لتخفيض الخلل اللي موجود في توزيع الدخول أن المعامو الدخرة واللي بيكسب أجور شقيان وما بيجلوش حاجة كتير يعني فإنما بتنزل ده على فصولة مشاريع فصولة حوافز بيأخذها أعتقد ده هيبقى أفضل لأنه كل ده هيؤدي إلى تنمية ما نسميه بالطبقة المتوسطة اللي هي تقدر تبقى قعدة كبيرة جدا هي اللي تقدر تعمل إبداع وتعمل ابتكار وكده شكرا جزيلا أستاذ عيسى فتحي الخبير الاقتصادي شكرا لوجودك معنا النهاردة وبشكركم مشاهدينا على متابعة حلقة النهاردة وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة في النور تصبح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة